أنا خطبت الطفل على قدر عقله نعم وده يعني مسألة يعني ليس فيها من الحرام شيء نعم ولكن من صفات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الصبر نعم نحن لا نصبر نعم ويمكن دي آفة كمان موجودة في مجتمعنا النهاردة نعم كان صبورا وكان حمولا وكان يعني طيب الخلق والخلق فلماذا لا نصبر على بعضنا البعض مسألة الصبر من المسائل التي عندما ننظر إلى القرآن الكريم نجده قد تناولها بطريقة غاية في الروعة وغاية في الرقي والتركيز الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم باعيا إيانا يدعو كل واحد مننا يقول يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى العفة ويدعونا إلى الأمانة ويدعونا إلى حسن الخلق يأتي كل أمر وكل بيان بهذه الصفات في صورة بسيطة في بيان واحد اتقوا الله لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الصبر اصبروا هذا أمر سمعا وطاعة يا رب ثم يتبعه بقوله وصابروا وهي صيغة مبالغة يعني بالغوا في الصبر صبرا جميلا وصبرا طويلا ويصرف الصبر بأنه جميل وهذا فيه إظهار لمزية خاصة للصابرين ومعيا مع الله سبحانه وتعالى نعم يعني في آية الابتلاء الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون هؤلاء هم الصابرون على ما يصيبهم من أذى من من يحيطون بهم هؤلاء سينالون قدرا أو منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ما شأن هؤلاء يا رب يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالصبر نحن في حاجة إليه وأول ما يحتاج إلى الصبر نحن في حاجة إلى أن نصبر على أنفسنا اصبر على نفسك أخي الكريم اصبر على نفسك أخت الكريمة اصبر على بعض الأمراض القلبية اصبر على ما قد يكون علق بقلبك من أمراض وحاول معالجة هذه الأمراض الحسد الحقد البغضاء الضغينة الغرور كل هذه أمراض يحتاج الواحد منا أن يصبر على نفسه ويعالجها ويدربها تباعا حتى يخلصها من هذا المرض اصبر على سلوكك وعلى تصرفاتك في المجتمع إذا كنت تتسبب في ضرر لبعض من يحيطون بك جاهد نفسك واصبر عليها ودربها على أن تتخلص من السب من الشتن من الكلمة البذيئة من الغيبة من النميمة من الكذب من كل ما قد يلوث اللسان من آفاته الكثيرة التي ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين نحن في حاجة إلى أن يصبر بعضنا على بعض يصبر الزوج على زوجته ظروف الحياة ومتطلباتها ورعاية الصغار قد تحملها على التقصير في بعض واجباتك فالصبر عليها يكون سبيلا لإعانتها ولتقويمها اصبر على زوجك إن كان فقيرا اصبر على فقره وإن كان عنده عجاج في بعض أخلاقه اصبر عليه وعليك بالدعاء له على الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنه وأن يهدي قلبه ما ذلك على الله ببعيد يمسي المرء بعيدا عن الله ويصبح بدعوة صالحة قريبا من الله وقد علمنا آئمتنا الإمام أبو حنيفة يقول الإيمان يزيد وينقص يزيد بالعمل الصالح يزيد بالكلمة الطيبة يزيد بالصبر يزيد بالدعاء وينقص بالجفاء وينقص بالعبوس وينقص بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكر مولده الشريف كان صبورا انظروا إلى صبره على الدعوة كيف كان صلى الله عليه وسلم يحتمل الأذى وهو الكريم الشريف ابن العائلة الكبيرة صاحبة الأصل والمنزلة ومع ذلك حتى يبلغ دعوته يذهب إلى الناس ويدعوهم ويطلب منهم أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يتركوا عبادة الأصنام فيناله ما يناله من السب من امتهان كرامته الشريف صلى الله عليه وسلم يروى أنه ذات يوم كان ساجدا في حجر الكعبة فجاء عقب بن أبي معيط ووضع سل الجزور على ظهره الشريف يعني القذورات وضعها على ظهره صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ولم يقابل يوما الإساءة بالإساءة وإنما كان شأنه أنه دائما يبادل أو يقابل الإساءة بالإحسان وبسعة الصدر وبالحلم وبالرفق وبالأناه ولذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه هدم حط من قدره ونحن جميعا في حاجة إلى الرفق في حاجة إلى الصبر